ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الاجتماع التنسيقي التشوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي يأتي ذلك قبيل انطلق أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر 2023 وخلال الاجتماع تناولت الوفود البرلمانية العربية سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن فلسطين كانت وسط ضل قضية العرب الأولى وأن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومكثف لسياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني وفي هذا الإطار تبنى اجتماع المجموعة العربية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرارا بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين